أشاد محافظ المهرى محمد علي ياسر بتدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن من خلال التنفيذ وتمهيل جملة من المشاريع في مختلف المجال في المحافظة جاء ذلك خلال لقاء مع مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن المهندس عبدالله باسي ليمان لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل البرنامج واحتياجات المحافظة من المشاريع وأشار بن ياسر إلى حاجة محافظة المهرى لمنزيد من التدخلات من قبل البرنامج السعودي في الجوانب الخدمية وبدوره أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع إلى احتياجات محافظة المهرى وسير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ترجمة نانسي قنقر